في المدارس معلم أستاذ مراقب يقومون بيواجبهم الشرعي لو لا لأنني تصارت عندي شكوك أسألني طالب الأب والأوم ينتبون من بيتهم هذا واجبهم لكن احشيني بالمدرسة دي أدون عملهم يعني بصراحة ما أقدر أقول فات شي عام لكن إذا تسألينني بشكل عام أنا ما أجد أنه المؤسسة التربوية قاعدة تأدي واجباتها بصورة صحيحة أولا لا على مستوى المؤسسة كوزارة وتراعي وتشوف واجبها بصورة صحيحة هذا أولا ولا على مستوى الأساتذة لأنه ليش يعني ليش دعا قولي المؤسسة لأن الأساتذة أنا أتفاجأ الكثير من عندهم مثلا يتخرج ينتهي الموضوع مع التدريب مع التطوير مع الدورات التدريبية الدورات التطويرية وحتى وإن كانت هذه الورش في بعض الأحيان تقام بصراحة تقام بس من واحدة اللي يعني يأدي واجب ماكو تعبيرنا الدارج ماكو 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 شيفيان شير ماكو يعني متحس أنها فعلا دورات ندوات حقيقية لتستعرض هذه المشكلات حتى تدرب الأساتذة يتهيئون لأنه هذول يتابعون الطلاب بصراحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر